عندي حاجة قبل ما أطلع فاصل هعرضها على حضراتكم إحنا شغالين وكورونا وبتاع ومش عارف إيه كده والداخلية ماشي هنا وبتعمل هنا تجار مخدرات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محدش أعلن على الموضوع ده أنا هعلنه هنا على مسؤولي تاني والجمارك ضبطين أربعة طن حشيش في علب لبن عارفين علب اللبن الصناعي ده واحد هرب جوه حاوية كبيرة أربعة طن حشيش الدخلية مقالت لكش بقى لا لا معلش والنبي السنة مش فاضية الموضوع الحشيش اللي ومين دول عندي كورونا لا 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 ورين يا سيد بص يا سيد أربعة طن طبعا دير رجالة اللي زبطت يعني وبنشكرهم سواء الجمارك أو في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أربعة طن حشيش بص يا فندم ما بيناموش بقى ما بيقولكش والله السنة بعد الظهر عندي أجازة بص بص حطت الحشيش اسمه علي المقام آه ده نوع الحشيش أنتوا عندكم خبرة في الموضوع بينا عليكم آه مكتوب علي علي المقام آه علي المقام 2019 تم متخيل؟ يعني تم دبط الحشيش باسم علي المقام 2019 الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والجمارك المصرية شوف بقى لما تيجي تبقى نايم وانت متطمن في بلدك وعارف ان في ناس ما بتنامش تحطها بقى في علب لبن تحطها تحت المش عارف ايه فوق ايه الرجالة دي فهم هي بتعمليه كويس جدا البلد دي وقفت على رجليها البلد دي آه من 2011 والانكسار والسنة السودة بتاعت الإخوان والهم اللي شفناه لا احنا فوقنا احنا فوقنا البلد دي بقى فيها مؤسسات الواقع بيقول كده انا مش بنغني لحد احنا بنقولك واقع بنشوفه في كل حتة دنيا كلها شغالة وواجه قلبي وبتاع والداخلية ده انا ممكن اعود كل يوم ابيلك قطاع قطاع من قطاعات الدولة بيعملوا ايه لكن اربعة تن مخدرات ويتجابوا بالشكل ده يعني تحية كبيرة جدا لكل اللي قاموا على هذا العمل ويه لدباط مكافحة المخدرات ويه لرجالة الجمارك على هذا العمل الضخم